بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الزملاء محامي مصر الزميلات والزملاء العزاء من الوطن العربي وإفريقيا إلى كل أصحاب الرداء الأسود مهنة العظماء إلى معالي الأستاذ الفقيه نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب تحياتي إليكم جميع نلتقي اليوم في هذه الحلقة الهامة بشأن نقابي والموقف الأخير المضبر ضد معالي النقيب ورئيس اتحاد المحامين العرب إلى أعضاء الجمعية العمومية جميعا نتحدث تعلمنا من رجال القانون أن يحترم كل مننا رأي الآخر على أن يكون الاختلاف من أجل مصلحة الجميع وقلعتنا نقابتنا نقابة المحامين أما وبعد هزيمة النقيب السابق الأستاذ سامح عشور في انتخابات مارس 2020 فكان ذلك إرادة الجمعية العمومية وإغلبية الجمعية العمومية ويجب على أنصار وتابع النقيب السابق وعليه هو نفسه احترام إرادة الجمعية العمومية في اختيار النقيب الفقيه الأستاذ رجائي عطية أما ونحن ندافع عن حريات المواطنين وآرأهم لا نحترم حريات الزملاء وآرأهم ويتم دعوة أفراد دخلاء للتعدي على مقر النقيب في مكتبه في رئاسة التحاد المحامين العرب ومنعه من دخوله وتعمد بعض أعضاء المجلس السابق الذين هم أعضاء في المجلس الحالي بتعمد تعطيل العمل للإساءة إلى النقيب إننا نستوعب ذلك الموقف الذي أدى إلى دول شقيقة تتمسك بذلك الموقف الهزلي لطلب صحب مقر اتحاد المحامين العرب من القاهرة وذلك بالطبع موقف مدبر من من رصبوا ليس في الانتخابات فقط بل وفي نظر الجميع ولكن كل محامي محترم يحترم نقابته ويقدرها ويقدر مهنة العظماء يقف خلف النقيب ويؤازره ومن هذا الموقف ننادي الزميلات والزملاء أنتم أصحاب الرذاء الأسود اتحدوا خلف نقيبكم وانبزوا الفرقة ولا ينساق أحدكم خلف من يرنو إلى هدم كيان النقابة والمساس بمهنة العظماء أعزائي هيبتكم في قوتكم وقوتكم في اتحادكم إذا هانت عليكم نقابتكم هانت المحامة في نظر الجميع وهذا ما نحارب من أجله كل يوم من استهتار وتعمد بعض الجهات الإساءة إلى المحامي أعزائي أستاذي النقيب ورئيس اتحاد المحامين العرب كلنا معك يد بيد وبكل موقف لإعلاء شأن النقابة ومهنة العظماء وليحاسب من أخطأ أو ارتكب غرم فلا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون وإذا لم يتحصن بمهنته ونقابته لا تنفعه حصانة المجالس البرلمانية مهما كانت ستزول كلنا يعلم حقيقة الموضوع والهجوم الشرس على النقيب وكلنا يعلم من يتزعمه ونتمسك بمحاسبة الجميع مهما كان فلا أحد فوق القانون عزيزي وأستاذي نقيبي رئيس اتحاد المحامين العرب إياك أن تحبط إياك أن تهزم إياك أن تيأس فتسقط مع آمال النقابة وهو ما يرغب به الزاعمون قم صلبا وكلنا معك أعزائي الزميلات والزملاء العزاء اتحدوا من أجل نقابتكم فالأشخاص زائلون وتبقى النقابة حصن الأجيال القادمة تحياتي إليكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة